من جهة أخرى تلقى رئيس الجمهورية دعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة طهران جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له حيث وعد رئيس الجمهورية بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة وأكد رئيس الجمهورية أن العراق وإيران بإمكانهما أن يسهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتشجيع الركون إلى الحوار والتهديئة لحل الإشكاليات في القضايا الإقليمية والدولية من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني موقف بلاده الداعم لجهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره